ما أهمية صياغة الأهداف التدريسية؟ لصياغة الأهداف التدريسية أهمية بالنسبة لكل من المعلم المتعلم المادة الدراسية أولاً بالنسبة للمعلم تفيد الأهداف التدريسية المعلم في معرفة مستوى أداء الطلاب قبل البدء في عملية التدريس وهذا يعد من أهم مدخلات العملية التعليمية اختيار المادة العلمية المناسبة للأهداف التدريسية اختيار الأنشطة والوسائل التعليمية التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف التخطيط الجيد لتدريس المقرر تبعاً لأهدافه المحددة اختيار أساليب التقويم المناسبة للأهداف المختلفة بحيث يتم تشخيص مستوى أداء الطلاب وتحديد مواطن الضعف والقوى لديهم تقويم مستوى أدائه التدريسي أي تقويم المعلم لنفسه ومعرفة مدى كفاءة طريق وأساليبيه التدريسية في المقرر أما بالنسبة للمتعلم فالأهداف التدريسية تفيد المتعلم فيه التركيز على النقاط الأساسية في الدرس الاستعداد اللازم لوسائل التقويم المختلفة سواء كانت تحريرية أو شفهية مقالية أو موضوعية ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة عدم الرهبة من الامتحانات لأنهم يعرفون الأهداف التي يدرسونها جيداً تعرف جوانب القوى والضعف في عملية تعلمهم ومحاولة تحسين مستوى أدائهم التعلم في ضوء الأهداف كلها الثقة في المعلم من ناحية التدريس والتقييم أما بالنسبة للمادة الدراسية تحليل المادة الدراسية مع التركيز على الأفكار الرئيسة في موضوعات كل وحدة تعليمية وضوح ترابط العلم وتتابع الموضوعات المختارة دون تكرار وضوح المستويات المختلفة لمضمون المادة العلمية سواء كانت مهارات أو اتجاهات أو معارف تبع المستوى سن المتعلمين وضوح الترابط والتكامل بين مجالات العلم الواحد إثراء المادة العلمية لأن معرفة الأهداف تجعل المعلم يعد المادة العلمية جيداً مع إعداد ما يلزم لتحقيقها من أهداف ومواد وسائل تعليمية